قطاع المال والتأمين والذي يشكل نحو 10% من اقتصاد دبي تراجع بنسبة 1.4% خلال النصف الأول من العام الجاري علماً أن قطاع التأمين وحده سجل نمواً بنسبة 9% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وكنت قد التقيت في وقت سابق السيد ساشين ساني المدير المساعد للخدمات المالية في S&P Global Ratings فسألته أولاً عن الرحلة المثيرة التي عاشها القطاع منذ عام 2016 وحتى اليوم و��는 بالتشكل عام جزء من المعني ، وهي قدوا ترد بشكل عامiece وقت سابق en الرحلة المعني والذي يظهر من الأغلب من المقبلّا لمساعدة ومن ثلاث لابت الإنتراء من المعني لقد حدثوا 9% إلى 10% ترد في المعني وغدت لنا في الاعتقدار أيضاً كانت حلية الترنت أفضل ربماًا آية وقال jealousy جزء من المعني ولكننا حدثت أن بعض المعني يظهر من الأغلبية من الإنتراء 1 وقال ربماًا ما هي دوافع هذا النمو خاصة إذا ما تحدثنا عن أن مستويات الإنفاق للأفراد هي في تراجع نعرف بأن ثقافة التأمين على الحياة ليست ثقافة سائدة في منطقتنا من أين يأتي الدفع للقطاع مما يتحدث دون إثناء المساعدة في تراجع لمساعدة المنطقة ويساعدت أكثر من المنطقة لهم تراجع في مقاعدة المنطقة ويأتي بيتنا أيضًا لعظموا الى أي اعجاب المتحركة والاقز يجدين ويلات عانية ولبعظموا الى عاجاب المتحركات ومزرهم مع المد luncher ومزرها المياسون عالية والآن شخص الت стоит أي خلال لها إذا كان حولوا الى عقل الأقل لها أكبر في أنت قليلاً إلى البقل إذا كنت أمود نحن زرناً إلى المصدر عندما يريد الإنجاب وما عالي حالي طلاثيك والإعادة في العتلالية يستمر الناس في هذا المساعد للحصول على المستقبل وتأتي بشكل 5% يجب أن تتأتي بشكل مباشر بشكل مستقبل ولكن من المساعدات التي تفعلها هو تفعلها ضمن قطاع التأمين، أي قطاع أسرع نموان، تذكرت عدة قطاعات سواء الصحة، سواء السيارات، سواء العقال، أيها الأقصرع نموان؟ كما قلت بإمكانيه، كل عام تتحدث عن المنزل، وعلى عام 2016-2017 كانوا يتحدث عن موطر والميديكال وفي أجل الوائد يمكنك أن يقولون أنه أكثر من 60% من هذه الوائد لذلك هم يتبعون في مرحلة مرحلة وكذلك يتبعون في هذه الوائد موطر والميديكال يتبعون في مرحلة الوائد والميديكال الأخرى يتبعون أيضاً ولكن أريد أن يتبعون في مرحلة مرحلة شاهدنا في السنوات الماضية ضغط على هوامش ربحية الشركات اليوم تقولون بأن الوضع أفضل ما هي التوقعات للعام المقبل وهل تتوقعون أن نرى موجة اندماجات أو استحواذات في القطاع؟ هذا موضوع مرحلة لأن الوضع مرحلة مرحلة من المرحلة في عام 2016-2015 وهي نحن نقاط عموف كما ترونيات أو يستطيع تستطيع تزاليات أحضر مقاعدة لكنها ستبعوا الطابع فالتوجهة الوائد المرحلة مقابلية مجتمع للعام المرحلة جيدة نحن 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 وانتنا نحن 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 نحنoman بيقانق احضر مقابلات من السنوات المدكمية الكهاتي والتوليات المدينة is also helping the companies to make profitability. Just to give you an example, by September of 2019, out of the 30 listed companies, only three companies made losses, and even those losses were very small. So you can say that the market is very healthy. Everyone is making profits. And going forward, we do expect the profitability to remain. We expect the companies to still make profits because, as I said, the pricing is now controlled by the actuaries. But we do see that there is pressure on pricing. So we expect that the margins might get thinner, but we expect the profitability to continue.